شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح القرية الأولمبية وتدشين قطع بحرية جديدة لهيئة قناة السويس هذا وانتقل الرئيس عبدالفتاح السيسي على متن أحد اليخوت التابعة لهيئة قناة السويس عبر المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة وذلك إلى موقع الاحتفالية كما شهد الرئيس تدشين قاطرتي عزيمة واحد وعزيمة اثنين والتيين تقومان بقطر القطع البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى المعديات كرامة واحد وكرامة اثنين لخدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطاع الشمالي للقناة بالإضافة إلى المعديتين الأقصر واحد والأقصر اثنين